الخبر الذي عدنا عن التهجم المتابعين على نور مار ورد نور مار على هذه التهجمات فنور نزعل حسبةヒتك توك هذا المقطع ولم يكايد اسوه في توك وتقدي بنايه الصراحة أن't my makeup إنسانple brushing وهي من التعليقات maintained اللي يجدت يقول لا لي السوري إياها هي البنية وإي tampari ومثالṣي من العarde نفس الوقت ستصوّر مثلرا ويا قمر وراح في próxim тан Stock برب نفس الوقت التَّق رد رد نور مار على الأست الثقار واذا يتكو لي طال glaivedu ڤارس اشتغالي تاني يا جماعة بتكتبولي بالتعليقات انه ما بدناك تصور مع اي ده ما بده انا بصور مع المين ما بدي وقيمة ما بدي فإذا انت ما لك حابب بتشوف المحتوى اللي ده نزله ومع مين ده نزل فيك تشيل المتابعة وما تتابع عرفت شلون فأنا بورا اجبلك عشان اخر هم المتابعة والمشاهدات انا بهمنا سعي المحتوى فاكتبونا يا حباي بلكومنتات شرائكم بالتهجوم اللي صار وهل يستحقا ولا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو انسو بيسان فبيسان نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي تطلبي من المتابعين انه يكتبونها تحديات تكون نارية على مدى تسويها هي وانس الشايب طبعا حينزلوا مقطع الموضوع رحطوكم هذا الستوري شوفوا حبايبي اليوم قاعدين انه انا عم نحزر شفنا نصور شفنا نصور صار عنا عجز بالافكار يس سبدي من الكل هوني خطيلي افكار تحديات انا جعب علي اعمل تحديات تكون رهيبي رهيبة يس فاكتبوا لي هون البوكش والتحديات اللي بتحبون عملها فا يلا 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 واليوتيوبار الثاني اللي عدنا فهو احمد النشيط وانس واصالة فاحمد النشيط نزل على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي يعلم بي انه بهذا الاسبوع رح تنزل الحلقة الثالثة من الوثائقي وطبع الحمس بي المتابعين انه هذا المقطع رح يكون به هوايك اشف حقائق واشياء خرافية صراحة الحلقة رهيبة وخلصنا كل شيء المفروض ان نرفعها لكم هالاسبوع فخلص يعني ما بقى الميوزيك اخترت تومنيل عنوان الحلقة ووقت ان لا ارفعه لكم الحلقة بس من جد هاي الحلقة اتعبنا عليها ووجد الخبر الثالث اللي عدنا عن اسو خطوبتها فاسو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست وهذا البوست اللي نزلتها كانت كاتبيبي حاطة امو جمال خاتم وحاطة امو جمال سر اللي اعتر ان اسو اعلنت عن خطوبتها او رح تتزوج مثلا وطبعا يسئلوها بالكومنتات وهي ترد عليهم امو جي سكوت فالشيو تتوقعون يا حبايب هل ممكن ان اسو تتزوج طبعا اذا الموضوع صدق فان شاء الله الف الف مبروك وراح يا حبايب يكتبونا رايكم بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن نورستار وسفرها فنورستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت بي من داخل الطيارة وتعلم من خلال عن سفرها لكن للأسف محددت وين رح تسافر فمادري الصراحة اكتبونا بالكومنتات وين تتوقعون نورستار رح تسافر الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وامها ودخولهم للمستشفى فبيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري ولي كانت بيه من داخل المستشفى وكانت وياها امها وما ليسا عن السبب فهم بيسانت معي شويدا تسوي عمليات تجميل فراحت لزم المستشفى سويت هاي عمليات بوتوكس وغيرها رحطكم الاشتراك يشوفوه كيفكم شو اخباركم اليوم انا عند اسطر واروع دكتورة حبيبتي تسلمي لي وداو الشفايف والدقن والبوتوكس يعني كل شي بس عن جد عن جد كتير كتير زيزي كتير عن جد وصب يعني يمكن تقريبا 5 دقاي كانت وخلصة كل الوش سو دكتورة اشرفنا فيكي وصلوا لي حوايب الهنا وصلنا لنهات المقطعات من المقطع جوكم انتظروا مقطع بات يورو بس جانا يكون في الزمقات المملكة القصص مع السلامة